السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطوكم من برح ان انا لازم على اعد حكة اللي حاصل في المعسكر الاخر ليه لازم على اعد حكة اللي في المعسكر الاخر لانه مشكلته انه وصل لدرجة من العار بحيس انه من الصعب جدا ان الزمن يمحين اما ولو كان زنب فهو زنب بالتأكيد لا يختفى وعايز اقولي الام الطيبة السيدة سوزان انديل اللي عملت الحركة الجامدة دي مبارح عايز اقوليها متزعيش من اه سوشال ميديا الاهل لو شافوا ان حضرتك بتمثيلة او لو شافوا ان حضرتك مشاركة تمثيلية رخيصة او لو لقيت بعض الناس في السوشال ميديا حاسة ناحية حضرتك بعدم تعاطف انا بالمناسبة من الناس اللي بالتأكيد مانيش متعاطف مع الفكرة لكن متعاطف معاك متعاطف معاك رغم ان انا مش مقتنق باللي بتعمليه ومش شايف ان اللي انت بتعمليه صح ومش شايف ان اللي انت بتعمليه هو القرار الاصوب اللي ممكن يقوم بيه جمهور الزمالك اتجاه لعب عنده بيحاول انه يدراعه او اتجاه حتى لعب ما بيجويش دراع النادي لكن النادي نفسه مش قادر يدفع فانا مش بشوف ان حضرتك الغلطانة مش بشوف ان حضرتك الغلطانة في تصرفك الانفعالي اللي طبيعي يطلع من واحدة ست من ام بتحب نادي تحب نادي الزمالك وبتشجع نادي الزمالك لكن في نفس الوقت ها انا مش قادر ان انا اتعاطف مع التصرف نفسه ومش مقتنع بيه لكن انا مش معنى انا مش متعاطف مع حضرتك لكن برضو بطلب من قلب الام اللي عندك انك تسامحي شباب سوشال ميديا الاهلي لو يا ايتيب يقول عليك انك بتمثلي او يا ايتيب يقول عليك انك مش اركف تمثيلة رخيصة مقدرة الزمالك التأسير على فرجاني ساسي او ان هدفك انك تشحاتي تعاطف رخيص من فرجاني ساسي علشان يوقع ويجدد مع نادي الزمالك عايزك تسامحيهم لان دول ببساطة مش شجعوا النادي الاهلي اللي عمر ملاعيب مهما كانت قامتوا نجح انه يدرعوا وعمر ملاعيب في النادي الاهلي قبل كده مهما كانت قامتوا ساوم النادي الاهلي والنادي الاهلي رضخ ده مش النادي الاهلي ده الجمهور قبل النادي الجمهور قبل النادي الجمهور قبل الادارة الجمهور قبل الجمالة الاممية وانس ان القعيب يبدأ يساوم او يفكر انه يساوم بيلاقي رد فعل الجمهور الاهلي امشي امشي مش عايزينك نعمل غيرك بدل واحد عشرة وعشرين. ولو ما عملناش غيرك الاهل هيفضل ياخه بطلات وانت بامتك كلها. ما تقدرش انك تاخد بطلات اللي ممكن تاخدها في الاهل. فثقافة الجمهور الاهلاوي مختلفة كتير قوي عن ثقافة الجمهور الزمريكاوي. فبتأكيد يا مش هيقدروا يفهموك ومش هيقدروا يستوعبوا تصرفك. بل على العكس ده ممكن كمان يوصل بهم الظن السيق بحضرتك انك مشاركة في تمسيلها رخيصة مع دارة الزمالة. وانا اسف وانا بقولك الكلام ده. اسف رغم ان الشك منطقي. اه وارج جدا ان حضرتك تكوني بتمسلين. وارج جدا ان التمسيلية تكون انت مشاركة فيها. وارج جدا انك برضو تكوني مستغلة. بس الشيء الوحيد اللي هيخليني افضل متعاطف معاك لحد ما هو ان انا ما عنديش دليل على ده. فليس ليه منك الا ظاهرك. وظاهرك بيقول ان حضرتك فعلا مو تعاطفة مع فرجان الساسي وعايزة على الجدد. فبتحاولي انك تبزلي كل اللي عندك. حتى لو طريقت تبيع مقبرتك للثمانين الف جنيه. حقيقي تعاطف ما يخرجش الا من قلب ام. وقلب ام الشديدة تطيبة. لكن شيء غريب شوية ان الام دي برضو. لأت اني. لما تيجي بيه حاجات بتمتلكها لصالح لعيب. راني ومعه فلوس ومشه تفرق معاه. حاجتك دي. وممكن تكون ايالها اولى بها. مش عارف. لكن برضو انا متعاطف معك. لان ما عنديش دليل على ان كل اللي بتعمل ده فيك. او مالوش لازمة. او تمثيلية. ما عنديش دليل على ده. ما عنديش دليل على فيه على الشيء ده فيما تعالق بحضرتك. لكن في نفس الوقت بعد افكر من منطلق اخر. من منطلق ان حضرتك. ممكن تكون انت نفسك. واقع تحت ضغط عنيف. من اعلام قرر انه يبيع نفسه للشيطان. اعلام اعتاد على ان يجذب ثم يجذب ثم يجذب. حتى يكتب عند الله كذابا. وحتى لم يستطع ان يفرق ما بين الكتب والصدق. هو نفسه ما بقاش قادر يفرق بين الكتب والصدق. اعلام يتنفس كذبا. ضغط على حضرتك وضغط على الناس الطيبة اللي زيك. وصورهم ان فكرة التجديد الاساسي مسألة حياة وموت بالنسبة لنادي الزمالك. مسألة حياة وموت اكبر من المبالغ الطائلة المطلوبة في اتحاد الدولي. الموقع كعقوبات ومستحقات لنادي الزمالك نفسه على لاعابين. فرض فيهم نادي الزمالك بدم بارد. فرض فيهم من غير ما يسوي عقودهم معاه. من غير ما يتصرف معهم صح. حتى تحول نادي الزمالك الى النادي الاسوأ من حيث السمعة في ما يتعلق بالقضايا المالية في الاتحاد الدولي. الاعلام اللي بيشوف ان مجرد التجديد الاساسي مثلا اهم من احنا ندفع فلوس اتشنبونج. او فلوس خالد بطيب. او فلوس اجوجو اللي توفى. او فلوس جروس. او بقية مستحقات معروف يوسف. الاعلام وغيره وغيره وغيره. الاعلام ده هو هو اللي شايف ان القصة ما هياش اكتر من نجم كبير في يوتوب حقه. حقه. مش اكتر. والحق ده لازم ياخده على دار المليم. والا المفروض ان الادارة اللي موجودة كلها هتمشي. والناس اللي موجودة كلها هتمشي. والناس اللي بتدير كلها هتمشي. والوزير لنافسه يمشي. ما دوبنا مش هنجدد لساسي. فرجاني ساسي لو حضرتك بالتأكيد انا عارف ان حضرتك مش متابعة زينا. لو حضرتك تباتي وركستي مع ارقامه. حتى ارقامه عادية جدا بالنسبة لارقام يعيبين اخرين في النادي الاهلي. ما بيجريش وراهم النادي الاهلي بنفس الشكل. حتى ان المحترف التنسي اللي موجود الناحية التانية في النادي الاهلي. والجمهور النادي الاهلي بيحبه ويتمنى انه شوف شراء الكابتن النادي الاهلي موجود على كتفه. ما هو مصمم انه يقدي بشكل كويس ويفضل يلعب في النادي الاهلي بمنطلق هو عشان النادي الاهلي مفكرش يمشي. انتي متخيلة. انتي متصورة. انا فهم كويس جدا ان فرجاني ساسي وتمجديد عقده تحول الى الصراع ما بين الادارة السابقة والادارة الحالية على مين اللي يقدر يكسب المعركة دي. تجيش وحشد الجمهور الزمالة. من نفس الكريمة ابو حسين. مع نفس الاحمد جمال. في دكانة مفتوحة لحساب مرتضى منصور وابنه. كريم ابو حسين الى كانز علام من شادي محمد عشان قال ان فيه في مصر تبانين مليون يا جاوي. بيرجع هو نفسه هيؤكد على ان مصري فيها سبعين مليون زي مايكاوي. ستين سبعين مليون زي مايكاوي. هو نفسه. الى كانز علام من تصريحات شادي محمد. بيقولك الله ستين سبعين مليون زي مايكاوي مطلب جمهور بالنسبة لهم التجديد الاساسي. وياه انت ما جددتش الاساسي تبقى انت بتهرج. دبقى انت مفتوحة. دبقى انت مفتوحة. دبقى انت مفتوحة تمشي. كرة مينة اللي بيدروها? دي كرة دي كانت بتتدار بتجانة وامير مرتضى. يا ولد. معرفتكش انا كده. الكرة كانت بتدار في نادي الزمالك بس. بسمعي يوسف وامير مرتضى. بس. دبقى تشوف بندرها بكم واحد. يا فكوهم بعشرين واحد. لأسف الشديد حضرتك مجبرة. شايف الناس كنت تتكلم عن ان التجديد ده هو اللي هيرجع على البطوعة لنادي الزمالك. اللي بالمناسبة ما رجعتش. وفرجاني موجود. هو اللي ممكن يساعد لنادي الزمالك على انه في النهاية يقدر يحقق عائد من وراه. رغم انه كان موجود. وكنت تقدر تحقق العائد. بس انت صابر وساكت. والسانية حد ما التعقد خلص. وبرضو في اطار المقارنات. هم نفسهم بيقارن. طب معلومة طلب وخد. معلومة طلب اللي في ايد النادي الزمالك يدفعه. والنادي الزمالك وما كانش يقدر يدفع كان هيقوله مع السلامة مش اقدر. ده اخلي. لكن انت برضو مصمم علي انك تحط مقارنات غير منطقية. علشان كده انا مش هقدر اقول ان السيدة سوزان اندي محترامي كامل لها كأم. وكسيدة مصرية محترمة. تتصرفت بطيبة قلب. نتيجة للضغط الواقع عليها من امثال الاعلمين الكذبين دي. للأسف. الاعلمين دول للأسف الشديد. مش بيجذبوا فيه معلومات او بيجذبوا فيه حقائق. لا يا ريت. دول بيجذبوا على نفسهم. بيجذبوا على تاريخهم. بيجذبوا على تاريخ نديهم. مصممين انه هما يكتبوا صفحة سودة في تاريخ نديهم. صفحة ملقوها العار. لان مش زنب الجمهور اي جمهور انه انه يدفع تمن خطايا ادارة. جندت في طريقها. وهي ماشى في طريق الفساد. طريق الفساد. شرع الفساد. وهي ماشى فيه. جندت كل كل الوسائق الممكنة علشان تقدر تقنن هذا الفساد. مش بس تقننه. وتجعله شرعي. وتجعله طبيعي. وتخليه منطقي. وتخليه هو الاصلي في الحياة. لأسف الشديد الناس دي كلها. كلها. كانت بتدور على حاجة معينة. يبهالهم مرتضى منصور. يبهالهم مرتضى منصور. انا عشان كده. بعذر السيدة الفاضلة سوزان انديل. وبقولي ان زنبها في رأي بالدول. لكن بالتأكيد رأيي هيختلف اتجاه حضرتك. لو تأكد لها ان حضرت الجزء من تمثيلين. او جزء من محاولة للصدرار عاطفة في رجان الساسية عليكم. علشان يجدد. بالتأكيد رأيي هيتغير في حضرتك جدا. لكن لحد دلوقتي. وانا ما عنديش دليل على ده. بتعمل معاك كما تعلمت. ليس سليم من امرك الا ظاهره. كل التعاطف لحضرتك والموقف حضرتك. بالتأكيد لو حضرتك كنت راجل كنت اشوكي فيك جدا. لكن انا شكي في حضرتك اكيد اقل بكتير. لانا اعرف كويس جدا قد ايه الست. قد ايه المرأة بصفة عنا. بيبقى دلما بتحكي مع واطفها وقلبها. ومع الضغط اللي حاصل. ومع الشحن المعمول. ومع تأكيد على ان الموضوع يعني مسألة حي او موت. وارد جدا ان حضرتك تقولي وقاتي طاعة الضغط ده. وصدقتي فعلا الكلام الفرق ده. عشان كده من قلبي بقول حضرتك صحيح. حضرتك مش هيكفي. لكن. هنعمل ايه? يعني هو محاولة وحضرتك امتي بيها. ولكن الاسف الشديد المحاولة دي خصمت كتير جدا من كبراء نادي الزمالك. الذي كان يدعي في عهد رئيسه السابق انه نادي الكرامة. لو عجبك الفيديو عمل سبسكراي فعل زر الجرس اعمل لايك وشير وقرعيك في اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.